نحن اليوم بسوء الزوق ليه أنا بسوء الزوق؟ لأنه كنا عم نحكي عم المويناج وعن الأقمش اللي كانت بالمويناج وكيف كانوا يغزلوها وكيف كانوا يصنعوا الخطان لحتى يصيروا قماش باتما كنا حكيين انه القماش هو خط بالطول وخط بالعرض عشان اترام صاروا يكونوا القماش اليوم بسوء الزوق باللبنان بعد فيه المكانة الوحيدة يلي بتعمل القماش كيف كانوا يعملوا القماش بالمويناج راح نشوف هلأ ونحن مريد نحن اليوم بالأتوليير طبعا موسيو أنتوان عودة موسيو أنتوان عنده هيدا النول يدات دكوي 1700 بالعالم بالمويناج ليه قررت هلأ اعمل الريبورتاج وصور هيدا النول كانوا بالمويناج هيدا النول هو أول شي فبركوا الإنسان أول اختراع فبركوا الإنسان لحتى يعمل القماش لأنه متل ما قبل حكيين انه القماش كانوا يشلوه من الصوف طبعا الحيوانات الموتون من شعر الجمل شعر الدنب الحصان كانوا يلقوه بالنبتة نبتة الكتان بعدين نبتة القطن صاروا يغزلوه كمان بدنا نحكي هلأ في صور رح تقطع شو الإلمان الغزل شو اللي كانوا يحملوه ويغزلو النساء الكتان أو القطن طي يعمل خات بعدين الخات مت ما حكينا كمان قبل انه هو خات بالطول وخات بالعرض شان اترام طي يقلفوا هيدا القماش وقد ما بيكونوا مرسوسين قد ما القماش بيكون اوباك بعدين اكتشفوا انه بدون شي يشدوا لهيدول القطن شي يشدون لحتى يرسوا عبعدهم اكتر ويعطوا كاليفة احسن اليوم مسيو عودي رح يفسرنا عن هيدا الشي وعن هيدا النول يلي هو عم بيشتغل عليه وكيف يشتغل عليه مسيو عودي اول شي دقلك ميرسي لانه استضفنا عندك اهلا وسهلا فيكم انا عم بشغل عالناول الناول هو مألف من مجموعة خشب وخطان الخشب متل ما شايفين شسي والخطان هني شغل عالخطان الخطان مقصومين عقسمين قسم السادوي لشان تجي من ورا لقدام تمرق لهون بيهودي هون بيفوت خيط بهيدا خيط بهيدا الخطان طبع النير هيدا هيكي عبعضهم بيكفوا هيدا مشت حديد هيدا مشت بولاد 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 هادي كان فيه مشت من قشر القصب يبقى مطرح سميك مطرح رفيع مطرح الخيط بعيد عن التانى هلقنية عم نستعمل مشت البولاد لان مشت البولاد صفيت واحسن بيطلع لقماش انضف هلقنية بتكفي السادوي الهون هاودي قلنا بتفوت السادوي بالنير النير موصلين باثنان دواستان باجرية دو بيدال من تحت اوكي اه بتحكي تشكلة تقعد انا مش قاعد انا لاقي على ياد طي ضل تقلي عاجرية لان الصادوي اذا ما كانتش مشدودة لخطانة مثل الوطر ما بيطلعش الشغل نظيف اوكي قد ما يكون خيط السادوي مشدود قد ما يطلع الكلتات تبع الشغل احسن هلقنية هاودي البيدال شغلتهم اذا دست باجر اليمين بينقسمو الخطانات الساد والشام اه بيصيرو هون في اتنان اي بيصيرو اتنان بفوت الخيط الترام بينتهم اه وبساطر بيسكروا عليهم بالعب بيسكروا ع بعضهم لازم يكون خيط الترام رخوا تيسكر يفوت بين الخيط زيجزاج تيسكر خيط عد تاني تمام 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 حسنا اه 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 ها ها اه ها عالعدد وما بحطش رسمي قدامي لاني حافظها براسة. حافظ العدد براسة. ما بحطش رسمي قدامي. لانو لما بيجينا زبونة او زبون بدن عباية بياس انيك. منعمل الرسمة عباية ميليمترين. ومنقسم كل كارو اربع خطان او ست خطان حسب الرسم. وبيجي بنفزها عنا ولا انا. بس تزبط الرسمة ايام بزيد ايام بنقز. بس تزبط الرسمة بخزة الورقة وبكباب بصير محفوظة براسة. بحفوظ العدد. هلاني براسة فيه اكتر من خمسين رسمة. اوكي. وهيدي يلي بييدك الخشب. هيدا اسمه مكوك. اوكي. نفات بالفرنساوي. اي لان شكلها نفات اصلا. اي. بقلبها في مسورة. كمان خشب. هيدا المسورة منلف عليا الخطان يلي عم نشتغل فيهم. هلأ عم نشتغل نحنا اسود دهبة احمر. عم نشتغل بني مع دهبة ونقط احمر. اوكي. هلأ سؤالي هيدا النفات هون الموسير الزغار بيجوا خارصين ولا انت بتعبييهم. بقى الموسير بيزو مثل هاودي. بنعملهم عند النجار. او حتى هون نجار بيعملون. خشب هاودي بنعملهم على المخرطة عند النجار. اوكي. ومنعمهم بورقة سنبيدج نعمة. بس بيصيروا يلمعوا هاك. مش لانو المدهونين. لانو ع كترة الايدان بيعمو زيادة. هلا المكوك بتفكريه مدهون بويا لكي كيف هو. او مش مدهون بويا. هو هيدا من عرق الايدان نعم وصاري لما. قد ما بتشتغلو فيه. قد ما شتغلتو فيه. بس بدي حب اصور كيف القطان هوني. كيف شدينون كتير كتير كتير. وبيرجع. قاطعين لورا النول ع الزاوية ليشت. نحنا هيدا اللمبة تفايني له اياها لمسيو انتوان. لانو كامل دواعي تصويرية. ولكن هو بيكون حاطت اكتر من يعني لمبات قوية لحتى يقشع. هوني فوق مسيو انتوان معقودين الخيطان. مش مكفة خات طويل. ايه. السدوي الاولينيه صارت ع اخر رح تخلص. اوكي. ازا بدي اربطن عقدي عادية ربطة واحدة للسدوي كلها. بصير مجموعة ع بعضها ببطل فيه اشتغل عليها. طب ما تروحش دقانها وكبها. بعمل السدوي جديدي وبعقدهم خيط خيط. وبمدهم. بعمل حسابات القطعي اللي بدي اعملها ما ما توصلش على العقد. اه. لانو ايه وقلا بصير في عادة فوق. ايه. هدي العبية اللي عم بعملها انا بتخلص قبل العقد بمتر تقريبا. هون يعني تقريبا هون. تقريبا عند هديك الخشب. وبيصيروا يفوتوا بالخيط الابياد. بعدين بقطعهم كلهم. بقطع العقد من هون. برخيها من ورا وبسحب من هون. العقدة بتمرق متل ما قلنا الخيط ميرق بقلب النير هيكي. بقطع العقد و بقطع العقد من المشت. وبصير كل تقريبا شي 3 سنتي بقصوا وبعدوا لحالهم. وبعلقوا هون بالهايدي المطوية المبرومة في الى مطرح مثل الاخوابير. المبرومة في الاخوابير. بعلق كل ما اعقد 3 سنتي تقريبا من السادوي. بعلقوا بيهون بالخيط و برجع ببلش شغل عن جديد. اوكي. والخيطان. الخيطان كيف بتجيبون هيكي طوال. في حدا بيحييكم بيعملوا ولا بتشترون هلا. الخيطان نشتريهم كونية خالصة. كونية خالصة. كونية خالصة. نشتري 72 كون. لانه لما بدنا نعمل السادوي ها. منسحب منها 72 خيط مع بعضهم طول بعضهم. لازم يكونوا بشدية بعضهم. اوكي. في عندي وحدة انا كبيرة مناش هون بالمحل حطتها بالبات. متل دوليب اصدق. متل دوليب كبير. منلف عليها السادوي. منعملها طولها 100 متر السادوي. اوكي. بتطلع السادوي كل الخيطان بفرج شدية. ما فيه شي شديد شي رخوا. طي ما يعزبوناش بالشغل. طي يكونوا كلهم بطول بعضهم. فيه شغل. يعني فيه. فيه كمية شغل. تحضير. اكتر من الشغل يلي عبين شغل. زبنا نقول. تنحضر خيطان تنعمل عباية. منحضر جمعة. تحضير تنبلش بالعباية. العباية حسب رسمتها بده شغل بين العشرين يوم وثلاثة شهر حسب الرسمة. وبس. بس تخلص العباية. بصير العباية التانية اللي وراها. بصير تحضيرها اهيانا من القلنية. لانه منكون قطعنا الخيطانات كلهم وراها تلات رباع. العذاب اللي بدنا نتعزبه باول السلوة. اوكي. والعباية بتنعمل عباية مسلا صدر كامل ولا بدي يكون فيه وقصات ولا كيف? العباية الترديسيونال العادية اجبار تكون موصولة عالخسر. موصولة عالخسر. موصولة عالخسر. بس. بدون تفصيل مش مفصلة عالكمان. بتنلف هيك العباية. لقماشي بتبقى هاك وبتنلف هيك. بتنعجبر هادي اللي ماشي ماشي عباية. اوكي. بتنلف هيك. بتنوصل عالخسر بالاول. وبتنلف هيك عبعضها. بتكون موصولة هون عالخسر. هادي فتحة الكم من هون. وهون فتحة الكم وهادي فتحة الصدر بتجي هيك. اه هون يعني هي بتكون شقفة واحدة. شقفة فتحة فتحة عادية. مزبوط. اه اوكي. مفي خياطة. اه مشان هيك بنشوف انه تحت الباط ازا بدنا ما في شغل عباية. مفيش. عطول عالصدر وعالظهر. مزبوط. اه عندي سؤال تاني معقولة مسلا تحت قصة الخسر يكون في شغل او فوق قصة الخسر ولا كتير كتير صعب هاي. لا حسب رسمة العباية في رسمات بنعمل لهم زيف دهب يبرم دير من دون من تحت. مزبوط. بياخدوا شغل? بدي بدك تسقبهم عالقد يعني. هلأ يعني من هون لهونيك. هيدا من الكتف للخسر. هيدا الظهر لقبة هون. ايه بس قصدي انه هيدا من الكتف للخسر. ازاك. هيدا القبة من هون هيدا الخسر هون. وبعدين بيجي بيجي شقفة تانية من الخسر للزيف. اوكي. يعني انا بفهم منك انه ماكسيموم طول. يلي مدى يعني ماكسيموم مدى هو قد هول حديدات البولاد. يعني ما فينا يكون اطول. في مل هيك في قصة. اجباري يصير في قصة عالخسر. ايه. لانه هلأني انا عم بشتغل عرض ستة وسبعين سنتي. ازا بدي اشتغل عرض اثمانين. لما بدي اشتغل السيدة يلي بكل هولي هون. يلي ما فينوش رسمي. بيصير بدي افتح كتافة زيادة تقدر اشتغل السيدة. بصيروا كتافة يوجعوني. قد ما يوسع الشغل قد ما اتعب زيادة انا واتعزد بالشغل. بس هيدا النول اي مات ايج على لبنان? هيدا النول اه حسب اللي بيخبروا ايجا عا ايام الامير فخر الدين سنة الالف وسبعمية وعشرين. الف وسبعمية وعشرين. جيب ناس من حلب بيشتغلوا بالنورة الامير فخر الدين. اه جيب ناس لهون ع الزوء. طي علم ولاد الزوء اللي هون. وجيب ناس عبشتفين عطريق داد الامر. ضايع اسمها بشتفين. بالوقت كان هو اه كان ولي جبل لبنان. ولي جبل لبنان. يعني داد الامر كان المقر للامارة. وزوم كيل نحنا هون تابعين للامارة كنا. اوكي. اه تابعين جبل لبنان. علم ناس بالزوء وعلم ناس ببشتفين. وبعدين الحلبية رجعوا. لما تعلموا هوني رجعوا هوليكي عا حلب. بزوم كيل ضلوا متابعين للمصلحة. وكان مرأة وقت قبل من بعد حرب الاربتعاش. متل ما كان مرحوم بي خبر انه كان فيه ستمائة تناول بزوم كيل. وراح وكله. معايش حد اعلم ولاده لانه مصلحة فيها تعب كتير. تعب جسم. وتعب تفكير وتعب نظر. وابده جلادي وبال طويل كتير. لانه هايدي المصلحة ازا واحد مش مغروم فيها مفيش يعيش منها. مش انه انا عم بشغل بمصلحة يلا ماشي الحال بدي قبض اخر الشهر. بده يكون مغروم فيها يعطيها من روحه من احاسيس وتقدر يعيش منها. لمن صار المعلم ما يعلمش ولاده ولاده يروح يشتغلو غير مصالح. وصلنا الوقت الختيار يموت ما فيش شاب وراه يستلم. وصلنا الوقت بعد فيه انا واحد تاني بس هلاني بها المصلحة. وانا علمت ولادي بس ولادي خلصوا جامعات وعملوا هندسة كومبيوتر معاش مليحوا الشراء بس بحبوه. لمن بكون عندهم الوقت فراغ بيجو بجصلوا. بس مش مصلحة يعيشو منها. ولا مصلحة يعيشوها. يعني ما عندهمش وقت يعايشو المصلحة ولا عند الوقت يعيشو منها للمصلحة. لانه لحين اختصاصيتم. دماج. بتحس ان المصلحه لانه نحنا باللبنان هيدا المصلحة ما مشيت. اعني لو كان ببلاد بره كانت مش عينت ببلاد بره كانت. يعني beiyroba لانه يمكن بيعرفوا امت الفن اقتر مباركة. هلا بفرنسا في نويل متل هاو دي بيعملوا عليهم السجاد. تابيسرين. انت عدت اصل راح تروا. راح نعمل حلقة تاني عن هيدا التابيسرين. اللي بيشتغلوا تابيسرين بفرنسا مواصفين بالدولة. الدولة متبنيتهم بتأملهم معاشهم بتأملهم تصريف اشغالهم. آآ بتعمل في سيكوريته سوسيال في يعني ازا واحد سخل ان بيعطي الشم ازا بدوروه عند الحكيم. نحن هون ازا واحد منا عم بيموت. ما بيستدش لو عند الحكيم. ازا ماهو يدفع علي الحكيم اما ماهوش يجيب الدولة. لانه لانه الدولة اصلا يمكن المسؤولين بالدولة مش عارفين انه في مصلحة من النار بلبنان. ان شاء الله ان شاء الله هلا اما بعد هيدا ريبورتان سيلا يعرفوا. آآ وان شاء الله ازا عارفوا يتحركوا لانه بس بعد فيه نولان بالزوء وعم تنكرد المصلحة. التاريخ التاريخ كتير حلو. انا اليوم عم بخبر عن التاريخ لانه يلي عم بيشوفوا كيف عم بيشتغل اكيد لما بيكون مضوضوا. وكيف بقطعهم هلا رح نرجع نفرجيكم. بتعرفوا الدافع طعب وكيف واقف والكرسى انه منه عمل ارتزاناء قد ماهو عمل آآ يعني. حلقة فيه فني. فيه فيه فن يعني فيه فن تحت يسيقب الرسمة وتثبط معه عن الغايب رح نشوف عن قريب. هذه الدفة اللي عم بتقربها شو بتعمل؟ هذه الدفة بترس الخطانات بعضهم. اذا كانت شغل عالي مطرح عالي مطرح واطي. دفة بتقربهم اكتر شي ممكن ترجع رسهم بهيدا المشت الصغيري اللي بيدي. انا عم بقرب لاشوف عن قريب كيف بترسهم. فينا شوف المشت. اه في كزا اياس. حسب المطارح العريض مطارح رفيع. اوكي. هيا caps. ايه. اوكي. انا تحفظ ؟ القائم كهون ضغير. اوكي. لديك مشتك. اطلق الممارسة بحفوظهم و هاي الرسمي أنا عملها يعني حافظها عن الغاية بعرف شو لجم أعمل وكم أنا بعمل إيدي هايك بعرف كم خايت لجم قلوت لكن دفة بتقربهم هايك تاي سيروا بعلوها ودي برجع تكفيلهم أنا بالمشة آه أوكي أوكي هدا الفرق لكين بين دفة والمشة اي لأنه ممكنت عم بقول أنا في محلات في أنقص من محلات يعني صراحة ما بين شبعة من القعدة عندك أنا بدي أشكرك كتير بدي أشكرك لأنك استقبلتنا عنا بدي أنا اليوم على اليوتيوب شخص جديد عم بيحكي عن تاريخ الموضة وكيف بلشت الارتاب وكيف بلشوا القماش هيك بلشوا القماش يعني شي بيأثر أنه نشوف اشي من التاريخ قادريني نشوفها اليوم لأنه يمكن كم سنة لقدام هالشي بطل موجود ويبطل فيه حدا من ورانا يخبر بدي أشكرك كتير مسو أنتوان أهلا وصهلا فيكم وإن شاء الله من بعد هالبرجرام يلي عم تعملوه تلفتوا نظر العالم عمصلحة صارت شبه من أرضا وبركي بيجي حدا بيتعلم أو حدا بيحب يشجع لها المصلحة لأنه نحن نقول لك مرسي وبدي أقول لكل يلي عم يشوفونا بيجي حدث أنه مثل ما المتال اللي فرينسيوي بيقول رياندو غراون سوفيسان باسيون لو ما مسو أنتوان واللي غيروا كان عندهم الباسيون والشغف لهذه المصلحة وهالحب الكبير ما كانت بعدها اليوم لسنة 2018 عم نشوف هيك شيء في لبنان ما بقى موجود ولا مطرح إلا هون بسوق الزوء بسوق العتي أهه تانكيو لأنه كنتوا معنا ونحكي بالحلقة الجي في عنا الرنسانس بالحلقة الجي وإن شاء الله تكونوا حبيتوا هالروبورتاجة لليوم معتنين تانكيو تابعونا على اليوتيوب وساسكرايب ليلة بعد ما عمل ساسكريبشن في كثير سوربريز ناطرين مثل سوربريز اليوم رح يجيكم بعد أكثر وأكثر إشياء بالحلقات الجاية تانكيو